زيزو زيزو شرط جزائي شرط جزائي قليل وزيزو هيرحل عن الزمالك هيسافر برة لا هو متبسك بالزمالك وهيكمل مع الزمالك مش فاعل معه شرط جزائي الزمالك بيحاول يعد البند ده الكواليس وإيه الحكاية طيب كل اللي هقوله في ملف زيزو ده تقدر تقول ان مثلا زيزو اللي عاد قدامك بالكلف الله حلو الكلام حلو الساقة سماف وانواصل باش زيزو عنده شرط جزائي وعنده بدل العرض سبع تابع عروض ما بين عروض خالجية وما بين عروض أوروبية لكن زيزو بلغ إدارة الكرة في الزمالك مباشرة كده أنا مش ماشي بالشرط الجزائي وبلغ الأندال اللي بتتفاوض معي منهم نادي وجن نادي وجن الوسطاء في عرض وجن لمحمود جاد حارس إنبي عرضوا زيزو على وجن والمسؤولين في وجن أجروا اتصالات بزيزو زيزو مأجل شوية فكرة الرحيل ليه زيزو شايف إنه لسه قدامه شوية عايز إلحاء شوية أرقام مع الزمالك سواء بقى أرقاب جامعية أو أرقام فردية يعني خلينا أقولك إن زيزو السنة دي مثلا بيتارجت إنه هو يعدي كابتن عبد الحليم علي وبأهدف الزمالك أكتر لعيب في تاريخ الزمالك جاب أهدف في موسم واحد فاللاعب عنده أرقاب آه عنده أرقاب وعنده أرقام عايز يكسرها مع الزمالك فاللاعب شايف إنه ممكن يعني يأجل شوية خطوة احترافه للسنة الجاية لكن رحيل بالشرط الجزائي وابلغ الزمالك أنا مش راحل بالشرط الجزائي خالص اقفلوا الموضوع ده وفي نفس الوقت خلال الفترة اللي فاتت العروض اللي جات له والتفاوض اللي حصل مع الأندية كان بيتكلم مع الأندية أنا مش مش بشرط الجزائي ومش المبلغ اللي موجود في الشرط الجزائي اللي هو الـ 40 مليون ده مش هتبقى قيمة الصفقة يعني حتى هيبقى التفاوض مع إدارة الزمالك أنا مش همشي بـ 40 مليون جنيه هيبقى في تفاوض مع الإدارة المبلغ ده بقى يزيد يبقى 60 مليون 70 مليون عشان الزمالك يحقق استفادة مالية لأن زيزو تقدر دلوقتي تقول أهم العيب كرة في مصر ومن أهم العيبها في أفريقيا فانت ما تيجي مثلا تتكلم عايز زي ما هاني بيقول إن الأهل عايز يديانج 10 مليون دولار نفس الأمر في الزمالك شايف إن أنا لو هتلع العيب زي زيزو وش هتلعه بأقل من كده يوم ما أقول إن أنا بيعته برقم قليل هتكلم إن أنا مثلا بيعه بـ 6-7 مليون دولار فهو الأمر كده زيزو نفسه متفاهم ده ومتعاون في القصة دي على المقيد إدارة الكرة بنادي الزمالك شايفة إن أنا لازم أشيل الشرط الجزائي من عقد اللاعب ومن مجزيزو بس كل عقود اللعيبة لأن اللجانة مجددة جددة بشروط جزائية إدارة الكرة من أول يوم عايزين فبعد الدورة مباشرة هيكون فيه أعدماء اللعيبة دي عشان يلغوا الشروط الجزائية لكن فكرة رحيل اللعيبة بشروط الجزائية وعلى رأسهم زيزو مقفولة تماما خالص أنا بقول لك الكلام ثقة تقدر تقول إن هو زيزو اللي بيقوله على الهواء